شكرا لك مروج بشكل شبه يومي تسجل الهند رقما قياسيا جديدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا السبب السلالة الهندية سلالة تتوالى التحذيرات والمخاوف منها حول العالم في ظل تسللها إلى عدد غير قليل من الدول وهو ما دفع الكثير من السلطات إلى وقف الرحلات من وإلى الهند هذا الواقع دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان أن الوضع الوبائي لكورونا حول العالم في تدهور حاد ما هي الأسباب وراء التراجع في وضع الفيروس وماذا ومن يوقف هذا المسار الانحداري معنا الآن من مدينة شانديغار الهندية استشاري الأمراض الرئوية والعناية المركزة الدكتور سانشيت وادوا دكتور سانشيت مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار الهند تشهد بحسب الكثير من الخبراء أسوأ ثاني موجة من تفشي وباء كورونا تقريبا 390 ألف حالة جديدة سجلت اليوم هذا عدد مهول بداية دعني أسألك عن أوضاع المستشفيات على الأقل في المستشفى التي تعمل بها أنت فيما يتعلق بوجود الأكسجين وجود الأسرة الكافية في أقسام العناية الفائقة أود أن أشكر أولا سكاي نيوز عربية لإعطائي هذه الفرصة لأن أكون بعلم المباشر معكم المدينة التي أعيش فيها ليس فيها نقص في الأكسجين الآن وأولئك الذين يحتاجون الأكسجين يحصلون عليه حتى من دون تكاليف مجانا ولكن نحن نعلم بأن دالهي وبنغالور ومومباي والمدن الأخرى الكبيرة هناك نقص كبير من أجهزة الأكسجين فيها وعليهم أن يسرعوا في الحصول عليها في أقرب وقت في تشانديغار والمناطق المحيطة الظروف ليست سيئة أعتقد ذلك طيب دعني أسألك عن السلالة الهندية الآن كثر الحديث عن هذه السلالة من الفيروس أولا حدثنا عن هذا الموضوع وكيف تختلف هذه السلالة عن السلالات الأخرى التي سمعنا بها في الفترة الماضية حسنا أوليا هذه السلالة الهندية أو هذا المتحور الهندي والمعلومات ليست كافية لنظهر بأن هذا المتحور الذي نتحدث عنه حتى نعطيها تفاصيل أكثر وثانيا أنا أتفق معك بأنه أيا كان هذا المتحور فعلينا أن نعتني به ولأن طبعا هناك الكثير من المرضى الذين يعانون وهذا يزيد في انتشار كوفيد-19 بسرعة كبيرة في المجتمع وهناك عدد من الوفيات كبير جدا في الهند ولكن من الواضح دكتور سانشت أن هذا المتحور ينتشر بسرعة أكبر مما شهدناه بالنسبة للسلالات الأخرى هل لحظت هذا أنت من خلال تعطيك مع هذا الموضوع؟ نعم أنا أتفق مع هذا تماما هذا المتحور سريع جدا في العدوى وأعتقد بأن الإغلاق الجزئي الذي طبق في العديد من المدن الهندية أعتقد بأنه سيمنع انتشار العدوى العديد من المدن والولايات هنا اتخذت خطوات اليوم حتى يكون هناك إغلاق شامل لأنه كما تعلمون فالحل الوحيد لمنع العدوى لكوفيد هو أن يبقى كل واحد في مدينته أو في بيته وأن لا يخرجوا للعمل فقط علينا أن نقضي على سلسلة العدوى هذا دكتور سانشيت منظمة الصحة العالمية تضع من بين الأسباب التي أدت إلى تفشي هذا الوباء في الهند بشكل كبير هي أولا مسألة عدم وجود مطاعيم كافية عدم الإقبال على التطعيم بشكل كافي المسألة الأخرى هي أن الناس تذهب إلى المستشفيات حتى بدون أن تكون يعني تعاني من أمراض واضحة أو أمراض خطيرة وبالتالي أيضا هناك تجمعات كبيرة أدت إلى هذا التفشي السريع إلى أي مدى يمكن التحكم بهذه الأمور ربما للتخفيف من إمكانية التفشي في الفترة القادمة من الغد أو الأول من مايو فالناس سيبدأ تلقيح الناس الذين هم أقل من 45 عاما وأعتقد بأنه بالنسبة للأشخاص الذين هم فوق 60 أيضا أعتقد بأن هذه حملة التلقيح الكبرى التي تحاول الهند أن تقوم بها العديد من الناس يلقاحون ومعظمهم لقحوا لأن اللقاح أيضا هو طبعا حل لهذا الوباء وهذا المرض نعم العديد من الناس يأتون إلى المستشفيات وبظروف سيئة ولكن علينا أن نمنع الناس وعلينا أن ننشر أيضا التوعية بين الناس حتى يعرف الناس ما هي أعراض المرض ومتى يمكن الذهاب إلى المستشفى ومتى يمكن البقاء في منازلهم طبعا منظمة الصحة العالمية أعطتنا بعض الإجراءات وبأنه ينبغي أن يكون هناك حملة تلقيح كبرى وما ينبغي علينا فعله وكيف يمكن أن نواجه هذا المرض بالنسبة لهذه الصور التي أراها في الخلفية فأنا طبعا تعاملت مع هؤلاء الناس طبعا هناك أيضا الكثير من الحالات التي تحدثت عن نفاذ الأكسجين هناك طوابير تقف للحصول على خزنات الأكسجين أيضا هناك نقص كما فهمنا فيما يتعلق بالفحوصات السريعة الPCR الذي تظهر نتائجه خلال 24 ساعة إلى أي مدى هذه الأمور متوفرة على الأقل في المستشفى الذي تعمل به أنت؟ بالنسبة للأكسجين ولفحوص الPCR أود أن أقول بأن طبعا هناك فحوص تجري بسرعة كبيرة وإذا في البلد كله مثلا في الهند ولكن لدينا عدد كبير من السكان وليس هناك ربما عدالة في التوزيع خاصة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وطبعا ربما هذا لا يصل إلى الناس والآن بدأت حتى المنظمات الخيرية تقوم بجهود في هذا المجال والحكومة أيضا أقامت مصانع لإنتاج الأكسجين حتى يوزع على كل المدن وبالنظر للعمل الذي قامت به الحكومة هذا كله سينعكس وسنرى نتائجه في الأسابيع المقبلة كما قلت يمكن أن أرى هذه المرأة التي تبكي والناس الذين يصحون في الفيديو المعروض أنا أتفق مع هؤلاء الأشخاص فهناك دائما توقعات من كل الأشخاص بأن الحكومة ينبغي أن تسد الحاجيات والحكومة أعتقد بأنها تقوم بذلك الآن شكرا لك دكتور سانشيت وادوى الاستشاري الأمراض الرئوية والإناية المركزة كان معنا من مدينة شانديغار الهندية شكرا جزيلا